مواطن عراقي آخر يسخر على طريقته من مفردات الحصة التموينية الخاصة بعد ذهابه لوزارة التجارة ليطالب بحليب الأطفال وقالوا له إن هذه المادة رفعت من مفردات البطاقة التموينية تعالوا نتابع اليوم عدي مراجع على الوزارة التجارة لين صار عد طفل وقالت أراجع علي على موضع حليب إلى الحقية فقالوا لي ما عدنا حليب من زمان قطعوا الدولة قطعتها الله يستر عليها إن شاء الله ما عدوا تقشف فطوني كتاب قالوا لي تروح المدخر بالكرادة من وزارة التجارة مكتوبة علي سيدين الكرادة وزارة التجارة ووقعوا عليها رحلت المدخر الطوني هاي القونية هايش متروسة من رخصتك بابا هاي القونية متروسة كسور ما لهوش هاي هذا كسر ما لهوش قلت لهم هذا شو سوو بي قالوا هو هذا عوض عن الحليب سويت من هذه الكسور سويت جدرية شوفوا قلت لهم هذا شون الممة شون الحليب يعني خل الممة ومكان البلارقون وهذا اللاخل الحليب شوفوا شون بس شوفوا شوفوا هاي شوفوا هاي فهاي بعد مكان الحليب ماكو إن شاء الله وزارة التجارة طبعا المواطن متعافي بس وزارة التجارة جرع عدل والله يستر عليها إن شاء الله بس المواطن متعافي هاي شوفوها بعد لا تسسري لا بزماني ولا بعشرة هاي طبعا من صالح الفقير إن شاء الله هاي القونية والمدخر خطيئة قال لي وزارة التجارة قال لي سكفيك شهرين قلت لها نعم الله عليه فسويت نعتها واجبة هاي اهي تخلص هاي الممة ومتخلصت هاي الممة قطيت الزغيرونة هاي الزغيرونة ما للليل شوفوها الحمدلله والشكر وخارمكم صباح الفوادي وعشكرا أنا وزارة التجارة ورحم الله